اهلا بكم الى مجز اخبار الان سيطرت قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل على مدينة الطبق بريف الرقة بعد انسحاب مقاتلي داعش مع عوائلهم من اخر احياء احتلالهم في المدينة ومن شأن السيطرة عليها وعلى سد الفرات المحاذي من الجهة الشمالية ان تفتح الطريق امام تقدم قوات سوريا الديمقراطية باتجاه مدينة الرقة من جهة الجنوب واحكام الطوق على التنظيم اعلن وفد المحارضة السورية في مفاوضات استان الخميس رفضه لاي دور لايران وميليشيتها الطائفية او ان يكون لها دورا ضامن على اعتبارها دولة معادية للشعب السوري واكد وفد المحارضة السورية على لسان اسامة ابو زيد انه لا يؤيد ابدا خطة اقامة مناطق امنة ما دامت ايران من الدول الضامنة للخطة دخلت اليوم حافلة النقل الداخلي حي الوعر في حمص لنقل الدفعة الثامنة من المهجرين نحو ريف حلب الشرقي بموجب اتفاق سابق مع نظام الاسد بما سمي ضمانة روسيا ومن المقرر ان تنقل الحافلات اليوم الفي شخص الى مدينة جرابلوس الواقعة شرق حلم قرب الحدود السورية التركية والتي يسيطر عليها الجيش السوري الحر قتل ابرز خبراء التفخيخ وثلاثة من معاونيه التابعين لداعش من فجار سيارة اثناء تفخيخها في ورشة باطراف قضاء تلعفر غرب الموصل وقال مصدر امني عراقي في تلعفر ان المدعو ابو يوسف الحلبي سوري الجنسية ويلقب ايضا بالمهندس وهو في العقد الرابع من عمره مشيرا الى انه يعد من اهم خبراء التفخيخ في عصابات داعش الارهابية اعلن البيت الابيض اليوم ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيقوم باول زيارة خارجية له ويبدأها بزيارة السعودية في الثالث والعشرين من ما يؤير الجاري ثم يزور اسرائيل ثم الفاتيكان وافد مسؤولون في البيت الابيض ان جولة ترامب تبدأ من الرياض وتهدف للتصدي لايران وداعش واضافوا بان ترامب سيجتمع خلال زيارته للرياض بممثلي دول مجلس التعاون الخليجي تطلق منظمة الصحة العالمية مشروع تجربيا هذا العام لانتاج نسخ ارخص من ادوية السرطان باهضة ثمن التي تعتمد على التكنولوجيا الحيوية في محاولة لاتاحة هذه البدائل على نطاق واسع في الدول الفقيرة وقالت المنظمة انها ستدعو كبرى شركات الادوية في سبتمبر لتقديم طلباتها للتأكد من انها تخضع لشروط التأهيل المسبق وذلك لانتاج بديلين حيويين لعقاري ريتوسكان وهارستين من انتاج شركة روش والمدرجين على قائمة المنظمة الادوية الاساسية الى اللقاء اشتركوا في القناة